شايف ان منافسة الدولة للقطاع الخاص هي اهم معاقق امام المستفيد المحلي والاجنبي والاجنبي لان هو هيجي ويقولك طب انا اخش ازاي لما دي طبعا شركة طبعة الدولة او جهاز طبعة الدولة هو ده مسنود بكل حاجة وما بيلتزمش بالنفس الضوابط فبالتالي هو ايعمل اللي هو عايز وحخش انافسه ازاي انا انا مش استثمر فعلا طب ايجي دور على اي مجال مش داخلين فيه اخلا بالك ازاي واحيانا بدوها المنافسة مش سوية يعني وما بيزعلوا ما بقولك الكلام ده بس انا هقول وذلك عشان مصلحة بلدي تاخدد ان انا اقوله لان كده الناس كديرا متضايق من الحكاية دي المستثمر عنده مشاكل بس المواطن ايضا عنده مشاكل وبيقول انا لا اشعر بهذا الاصلاح ده اصلاح بتاعك وعلى انتي لازم تعملي انا نفسي يعني نفسي يعمل وزير اسمه وزير الخضاء على الفقر الوزير ده يدوله بجت 10 مليار 20 مليون الفلوس اللي وفرناها في الدعم ويواعد يفكر انا هقضي على الفقر ازاي ويشوف الدول اللي نجحت في هذا اللي نجحت في هذا الصين الصين قادت على 750 مليون فقير ومش فقرة دي كان فيها مليار واحد نشوف هما عملوا ايه بالزبط وما فيش داعي للابتكار ما فيش داعي ان احنا اصلاحنا هنا في مصر احنا دائما غويين ناخد لحاجة كده وبعدين نعملها بطريقة نفصلها يعني زي ما انا داريت مثلا على موضوع الدهب والملاجم ليه بيقول ليه محدش بيجي استشمل ليه في الدعم عشان انتوا عاملين قانون شيك على مصر بس يعني هي احنا الدولة الوحيدة اللي تقول تدفع 50 مية والباقي بيقوله هو بدفعها 5 مية طب هيجي لك ليه ولا تقوله انا عايز ايجار في المتر مش عارف تلاف دولار وبيدفع عشرة دولار ولا خمسة دولار في البلد التانية اللي هي نفس الداب لونه هو هو والتمن هو هو شكل هو هيروح ليه هنا هيجي